أهلا بكم زي ما فيه رموز بتتكتب داخل صندوق البحث فيه كمان أوامر بتتكتب عشان تديني نتائج دقيقة جدا وهو ده اللي حنعرفه في الخمسة دي لو كتبت داخل صندوق البحث مثلاً Learn 3D Max متوقع إن نتائج اللي حتظهر عبارة عن مجموعة من المواقع اللي بتحتوي داخلها على الجملة أو مجموعة الكلمات دي ولكن لو أنا حبيت أجيب كتاب أو ملف PDF عبارة عن شرح لبرنامج 3D Max فبعد الجملة البحثية دي هاخد مسافة وكتب File Type بعد كده أحط نقطتين بدون ما أخد مسافة وكتب نوع الملف أو امتداده PDF لو ضغط Enter كده كل نتائج البحث اللي حتطلع لي عبارة عن ملفات PDF بتشرح للـ 3D Max لو حبيت إني أبحث داخل موقع محدد على حاجة معينة فحبدأ أكتب الجملة اللي أنا عايز أبحث عنها ويفضل طبعاً إنها تكتب ما بين Double Cotation علشان يجيب لي الجملة دي تحديداً ثم هاخد مسافة وكتب Site وبعدين نقطتين وكتب اسم الـ Site اللي أنا عايز أبحث داخله لو ضغط Enter دلوقتي حتلاقي إن نتائج البحث بس عبارة عن الجملة دي تحديداً داخل الـ Site ده فعشان كده هو جاب لي بس نتيجة واحدة اللي هي الجملة دي اللي داخل الـ Site ده وأبدأ أكتب المصطلح أو الاختصار اللي أنا عايز أعرف ده عبارة عن إيه مثلاً كلمة LOL دي بقراها دايماً في التعليقات ومش عارف دي بتاعت إيه لو ضغطت Enter بعد ما كتبتها حيقول لي إن LOL دي عبارة عن اختصار للجملة دي Love Out يعني اضحك بصوت عيل لو حبيت إني أبحث عن المواقع اللي URL بتاعها أو عنوان الموقع نفسه يبقى فيه كلمة معينة فمثلاً عايز دلوقتي المواقع اللي URL بتاعها فيه كلمة Watches أعمل إيه؟ هكتب في صندوق البحث in URL ده الأمر وبعد النقطتين واروح كاتب كلمة البحث اللي هي Watches لو ضغطت دلوقتي Enter كل المواقع اللي جات قدامي دي المفروض URL بتاعها فيه كلمة Watches لو ضغطت على أي واحد فيهم لازم هتلاقي كلمة Watches موجودة في URL أما لو حبيت إن الكلمة دي تبقى موجودة في title فوق مش في URL فحرجع تاني كده وأعمل بحث بطريقة أخرى هغير الأمر ده بدل in URL هخليه in title كده معناها إن لازم title نفسه بتاع الموقع يبقى فيه كلمة Watches لو ضغطت Enter أي موقع من اللي ظهرين قدامي فأي صفحة كمان لو رحت لصفحة أخرى وضغط كده المفروض الصفحة دي كلمة Watches موجودة في title بتاعها ممكن ما تبقاش موجودة في URL ولكن لازم تبقى موجودة في title لو حبيت إن أجيب مواقع شبيهة بموقع معين شبيهة في المحتوى وفي الخدمة اللي بيقدمها ممكن جداً أعمل ده عن طريق الأمر اللي اسمه related حكتب related نقطتين وبعدين أكتب الموقع اللي أنا عايز أجيب الموقع الشبيه بيه ولياكم مثلاً www.nike.com موقع نايكي شهير بتاع الأحزية كده حيجيب لي بقى Adidas وحيجيب لي Footlooker وحيجيب لي Raybook حيجيب لي المواقع الشبيهة بالخدمة اللي بيقدمها الموقع ده ممكن إن أنت تستغل جوجل لإجراء أي عملية حسابية مجرد إن أنت في صندوق البحث تكتب العملية الحسابية وتضغط Enter حيديك النتيجة مباشرة زي ما أنت شايف وممكن كمان إن أنت تخلي جوجل يعمل لك أي Function أو وظيفة حسابية يعني مثلاً لو أنا عايز أجيب الجزر التربيعي بتاع 9 حكتب SQRT اختصار Square Root وبين قصين أكتب له القيمة اللي أنا عايزها واضغط Enter هتلاقيه جاب لي النتيجة طيب إزاي بقى أخلي جوجل يعملي رسم بياني مجرد إن أنت تحط أي قيمة مجهولة هو حيفهم إن أنت عايز تعمل رسم بياني يعني تعالى مثلاً لو أنا عايز أعمل Sign وبين قصين حطت له X يديني Sign بتاع X أو G بالزاوية X لو ضغط Enter هو مباشرةً حيفهم إن أنت عايز تعمل رسم بياني لإن X هنا قيمتها مجهولة طيب هو مسلها بيانية من كام لكام من نفسه من minus 10 إلى 10 طيب إفريد أنا عايز أقول له لأ مسلها لي بيانياً من 0 إلى 5 مثلاً هروح بعد القص الأخير أخذ مسافة واكتب From 0 to 5 واضغط Enter كده قيمة الـ X متغيرة من 0 إلى 5 لو دماغك لفت من جوجل تعالى بقى نلفله دماغه اكتب له بس كده في صندوق البحث دوق Apparel Roll واضغط Enter واشوفكم الخامسة الجاية